غلاسنا لمس أراميكم معكم في فوكس! اليوم جا بنا نكم مقطه جديد.. من ماينكافت 2.13 أو فوكس ادفينشور اليوم حلقتنا راح تكون خرافية و راح نسوي فيها آلة الدجاج و راح نسوي ان شاء الله حوال سمك الجديد بس الاسائم ما راح تكون موجودة لجديدة فايبي يا نبيكم ادعمكم كومتاتكم فايالله نبدأ اوكي يا طبعا تذكرون بالحلقة اللي طافت فرفرنا وسوينا اشياء مرأة كثيرة وجمعنا اشياء كثيرة طبعا لحد الهل عندي الدياموند وعندي الاشياء بس في اشياء مدني مرأة اضاعت عسا ادخلونا اوكي صار الصبح طبعا قبل لا نسوي الـ chicken farm ودي اني اسوي الـ breathing stand احطها اوه اقدر احطه فوقها يعني كذا جنبه بعض يعني اذا بطور اطور هنا اذا بأسوي شي اسوي هنا يعني كل شي تمام مضبوط كل شي طيب بما انه قلنا بسوي حوض سمك جديد ما اظن انه بسوي حاليا وما اظن انه احتاج اي شي من هنا لكن جهز كل اغراض اللي راح احتاجها عشان ابني مزرعة الدجاج والاوتوماتيكي راح احتاج تشست واثنين هوبر واي سلاب ودسبنسر اثنين ولافا بوكت وهذا الاشياء وابسيرفر طبعا احنتاج بلوكات عشان نسكر عليها اظن الاستاك كافي بس والله اني حفرت كثير مميال اه ممكن انكم تلاحظتوا اللي سابت القراءة شوي تقدروا تقولون ثلاث ايام لكن كذا فترة نقاها وراحة شوية لانها كذا مدري فرات تجيني حالات كذا ما عرفتوا فا يعني اتعود اتعود بللحي اتعود اوه هذا اللحم الناسي من الزمان طيب خلونا نحط هذا هنا السان ودخلي يستوي ونحتاج استاكات عنا ما يستوي كذا خلونا ناخد كل شي هنا ونروح عند منطقة مزرعة الدجاج الاوتوماتيكية يعني ما اسوي ولا اشي على طول يعطيني اكل طبعا عندنا هنا الويت منتما تشوفوا مزرعتي بس ما بقطعها باسوي اول شي المزرع اه هذا الاوتوماتيكية بعدين يالله نسويها طيب اول شي نحط تشست بنحط هبر وجهة كذا بعدين راح نحط بنحط الاسلاب هنا وبعدين راح احط اثنين من الديسبنسر زي كذا اولا موم هنا موم هنا يالت فوكس جبت ليت اه صبر لازم نحط بلوكة هنا عندي بلوكة 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 ستون باعدي خلونا نحط سانتا ترفوني حدا نظام لا مالا بيت رقع اخاف بعدين يقولون يارت فوكس انت ما تعرف تبني لا خلاص خلونا نحط خشب هنا بعدين موم هنا يارت فوكس صبر 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 هاي طبعا لازم تكون ثلاثة منهم خلونا نكسر ذي القديمة بما اني ما راح احتاجها يعني وما راح تطلع الدجاج يعني في الدجاجتين عندي راح تحتاج مباره كمية بيت بيت كمية كبيرة مرة كمية بيت اوكي نحط الدجاجتين هنا مو كذا مو كذا يا اخي اوكي نحطه زي كذي فيسنج فورورد بعدين واحد ثاني هنا والله نحتاج نجمع خشب مرة كثير لان الخشب راح نحتاجه عشان نبني وانا مشكلتي ما اجمع خلف كوليس لا الا لما اصوره واسوي بث مادري ليش مادري ليش كذا مخي خربان تشوفوني الاحين قا اجمع قدامكم عشان ما احد يقول لي يا ريت فوكس انتا ما عدت العام قدامنا وتورينا وش تسوي ما تسوي انا ودي اني ما اوريكم عشان بعدين ما تطفوشون من النظام التجميع ولا انا اصلا احب النظام التجميع كذا ذكروني من ايام كريزي فوكس يا الله ايام ايام العز والدلال بس ان شاء الله ترجع ترجع بالسلسل هذي ان شاء الله ما راح اصحب عليها وانتو بطلبتوني اياها امس بالكوميونيتي او المنتدى اللي سويتها وكلكم قلتوا يا ريت فوكس يا ريت فوكس نبي مينكلاب توم بي 13 ويمكن ارجع سكاي فاك تري المودات اذا انتم بتابونها يعني يعني مو بسيرفري يعني بتكون سينجل بلاير او مع واحد يعني اختاره كذا من يوتيوبر فانتم كيفكم اختاروا هالشي اه كذا نحاول ان نرجع ايام الماضي طبعا عندي السيرفر اللي انحب موجود يمكن وما نحذف والملفات موجودة فيمكن ارجعها طيب خلنا نحط بلوكات كذا 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 إلى ها احضان نسينا الجلاس نحتاج الجلاس به اه اه شكرا خاطين ايام حظي انا عرف حظي اعرفه واللى وهذا الشي رتبة كله يا stronger abs والله ولا يا اخي كانت ابني احالي خلي الحالي لا اله يا الله واش هذا الخياس بدأ هليلا اخذ التورج وخلي للآلج أنت وخر عني مو موقتي كتّ الحين واي خلالي أنا نسوي بِصرة دجاج طيب ورا بستهلس خلالي أنا رحي اجيب القلاس أخ شي يجيني ذل ما يستح على وجهان أنا أنا ما شمعت أصلا واي شفهين صار أسود ذا صار خالي عها هاي 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 لا تخذني سبرو شوين ثلاثة تايت خلك هنا خلك هنا واي الجسات اختفوا أصلا عادي وفي الجسات فوق حلو ses امام كيف يريدوني دايماد كي بعدين هذي اشوف الدجاج انا فباسكها عن طريق قلاس خلنا اشيل هذي مدري احس ان الخشم نحتاجها حتى القلاس نحتاجها يعني بالحالتين نحتاج الاثنين خلصوك من هنا اوكي يشوف هذي منطقة رح تكون منطقة التوليد يعني كذا هنا يطلعون الصغار اول ما يكبر يشب على طول خلصوك بعد كذا لحظة لو القلاس راحت عليه هذي صنعادي ما عندي سلك تيتش انا مسكين شوف الدجاج والله رهيب يا المزرعة اخي والله رهيب يا رهيب يا رهيب يا بر رح نجيب الحين الهوبر الثاني ونحطه هنا وبعدين رح نبني اي شي حوالينا يعني زي كذا نقر نبنيه حتى هنا ترى بس انا بخليها كذا فاضية حركة هنا حركات انا متعرفوني يا عيال دايب الحركات بعد كذا رح نجيب الكمبراتور هذا حقي وحطه هنا بعدين رح حط ال اوب سيرفر واني اوب سيرفر هنا رح حطه زي كذا لفيس قدام عشان يحس بالداخل الموجود هنا رح حط حبة ردستون هنا وبعدين رح نجيب اوب سيرفر الثاني ونحطه زي كذا اظن اوكي بعدين رح حط ردستون هنا بعيد يعني زي كذا شوف كيف ردستون والله ردفوك صاير ردستوني ها ونجبت لي الديسبنسر وليفر عشان نحط البيض هنا و اول ما يطح البيض يقعد يبقبق هنا فخلونا نجرب هنا نرميه وحده ايوه استعملها لو تلاحظون فاي شي نحط هنا يطح عليه يستعمل ايوه طلعوا من هناك الجهة الثانية عرفتو فخلونا نحط الحين الديسبنسر وين دسبنسر هذا هو ونحط جنبه ليفر عشان شنو او ممكن كذا ياريت فوكس لاحظا شو هو نحطه الحين بقدري زي كذا ايوه شاطر طيب خلونا نحط الحين الوب سيرفر مو ثانية نحطه زي كذا اوكي حين مية مية كل شي تمام طيب خلونا نحط الليفر هنا اظن احظن نجيب الليفر نحطه هنا طيب خلونا نذكر هذه المناطق ممكن ان يتقلج او شي مني منك فخلونا نذكر هزي كذا اوكي ما عندي بلوكات اوكي شكرا بس عادي ترقية احنا عندنا عيال بتعودين بتعودين على الحركات هذه الحلوة طيب خلونا نذكر هزي كذا طيب الحين كيف تجرب الحين هذا الشي اللي سويته قبل شوي كله اليك الحين تحط بيض هنا البيض هذا رح يروح هنا حين تشوفوا كيف خلونا نشوف هذه مزرعة يارب يكون فيها بيض صبر انا اظن جبت معاي بيض لما رحت الرحلة تعالوا انتم هنا لاحظوا شوية شوية خلوها اخير اللي يجب عليكم هذا اوه هذه الدجاجتين اوكي رح نحط البيض هنا بريك اقا اوكي ما ما طلعتلي اوه الديجاجة اوكي شكرا انا محاط قلاس انا مفرود احط اوه لا شكرا 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 خربتي علي المشكلة حظي حلو طلعتلي دجاجة من اول بداية لم نشينكل هالشستات ممكن يكون فيها بيض مني منك تكفي البيض تكفي البيض اوكي ما في ولا بيضة والله كله منك سلتوح الثاني ماتت اصلا عادي خلونا ننتظر على ما يبيضون ذولي ورح نحط البيوض كلها ونحاول نوريكم شون رح تشتغل طبعا خلاطكم فكرة بسيطة عن هذي تشكين فارم هنا لما تطلع هنا بس اللي تحتاجه هي دجاجة واحدة او دجاجتين او ثلاثة او اربعة او كثر اللي تبي هنا رح يبيضون الدجاج فالبيض رح يروح من هنا رح يطلع من هنا رح يطلعون صغار وصوص او كتاكيت زيكم اه خزياني رح يطلع كتاكيت فالأم الق solids يتكوتوا رح يكبر اول ما يكب اوو لا سيت اللافة صدوا رحنا نحط اللافة هنا في اول ما يكبر رح تروح اللافة على طول فلازم اووريكم مثال حي اول ما تطلع لنا بيض من هذول الدجاج الحلوين يلا يا دجاجة اسحت اي لازل بيض أووض INSY ان�트 lowest اللتي اوكي اوو قطع اووكي قطع والله لابدك انا علمك شوان والله ما تستحى لوجهها يلا عاد الحين نجرب ما اظنتي راح يطلع لي اي صغير اوكي فرحنا نحاول من الدجاجة هذي و اول ما اخلص راح نرجع لكم عاد لازم نقعة سنة على ما يكبرون ذولي يا الليل قبر هذي عصرتها عصاري عيال الدجاجة هذي اللي حالها ليل ما باضتلي ليل ما طلعتلي كتكوتين على الاقل المشكلة الحين جربت حطيت بيضة هنا مو راضي تنحطيني هنا تطلع شا السالفة احس اوو شت اوكي مو مشكلة يلا عادي بس مو راضي تطلع اظن في مشكلة مادري عاد بس المو بنا سويناها بس خلنا نجرب لحظة لها خلنا نرمي بيضة ان شاء الله تطلع الي عاد اووو انا ذكي لحظة حط زي كذا اظن اني مادري اظن اني جاي بعيد شوي مادري بس اظن انها هي صح خلنا ننسك هذي هنا بس شكالة كذا احلى يوم غيرتها والله حلوة صارت شكلها بمزرعة الدجاج بس المشكلة الحين ابي هذول وين هذول اللحظة ابي هذول يكبرون عشان يبيضون يلا بيضوا يكبروا انا شكلي بخليهم اسويوا حظ الاسماك بعدين نرجع لهم يلا خلونا نروح نسوينا شي طيب خلونا نروح نسوينا نزبط وضعنا بالاشياء الحلوة اللي هناك مشكلة هذو عندي هنا وعندي هنا ما ادلي اذا سويتها هنا مثلا حظ جديد ما ادلي اذا بيتغير ولا لا بس حس انه ما يحتاج اسوي حوض جديد طيب في غلاس هنا عندي وفكر اني اسوي بعد شا اسمه خلف كواليس اني اسوي سبونج بوب أو شي زي كذا الناس كثيرة اقترحت لي هالشي اني اسوي سبونج بوب يعني كذا غريت سبونج بوب أو حوض مو حوض الاسماك شا اسمونا ذاك قاعة لها مور فقاعد افكر صراحة لحد لا قاعد افكر يمكن اسويها قريب حوض الاسماك ما اظن اقدر اسوي لنا حاليا احتاج الناس اتضبطة وكذا واقدر اخلي كبير بس قاعد افكر لو اخليك تحت الموية واحلم اني يكون فوق زي كذا مدري عيال قولوا اي اذا رأيكم اوكي ما احسبت اني كبرت التجاجة شفيها معلقة هنا هي والله اون بويت ثرتين يا عيالقي يغفتني صبر خلشوف عنده بيض ذي مني منك تعال تعال حبيبتي انت حبيبتي اوكي ما باضت لنحين شكلها خلاص ان عصبت قلت معنى بيض خلاص مش كلش يسوي يا اخي ما اقدر اسويلك شي يعني اوكي واحدين ثلاثة هنا بالضبط طيب هنا تمام كل شي تغريبا تمام الحين بس خلونا نحط كذا فوق كذا شكل الله والله حلوة المنزل على الدجاج فعبيراكم مياه المنزل على الدجاج وراح نوريكم التفاصيل ان شاء الله بالحلقة الجاية اذا ضبطت ولا لا كما عكب لتفوكس يلا مع السلامة موسيقى